السلام عليكم كديرين لا بس عليكم تمنى تكونوا على خير و بي خير اليوم ان شاء الله سوف نصل معكم واحد جلابة اللي بالكتاف واقفين فصلت معاكم فيديو سابق جلابة بلدية بالكتاف طايحين وهذه سوف نديرها معاكم بالكتاف عاديين واقفين هنا هنا عندي التوب طاوية على جوش والحاشية را ديرها من جهتي طاوية في الطول وهذه نبلي نطوية هناي على اربعة ونطوية في الطول ديالو هذي هي الحاشية كنخلي داك الحاشية ما كنحسبهاش واحدة ثلاثة ديالس سانسيم ديال الحاشية ما كنحسبوهاش صافي كناخد طول كناخد طول من الاسفل عندي في جلابة مية واتنين واربعين وغادي نزيد ثمانية سانسيم ديال ديال العطفة يمشو هده وطع ديال التوب ديالي خديت العبارة من من الاسفل صافي غادي ناخد خط مستاقي بش غادي نحط العبارة ديال الكتاف ونضيف الكتاف ربعين نزيد سانسيم ديال الخياطة را كان ناخد العبارة من من الظهر ماشي من من الحاشية هذيك الحاشية ما كنحسبوهاش جو سانسيم كنطيحو الكتاف وكنها بطول واحد وعشرين عندي في الصدرة سبعة وعشرين ونزيد داكي من سانسيم ديال الخياطة كندير خط مستاقيم وكن نصيلو داك نقطا مع النقطة ديال التركيز وكنها بطة ربعطاش واربعطاش للحوض كندخل جز سانسيم على الصدر الحوض عندي فيها تسعود وعشرين ونزيد سانسيم ديال الخياطة كنجيو البيستولي وكنسيل النوقات مع النقطة ديال التركيز كما كتشوفو كما كتشوفو بيستولي كان منقلبوها الجيهة الخرا ثمانية سانسيم ديال الدورة ديال ديال العنق وكنطيح الكتاف سوف يكن قطعو كمشيو على ذاك التراسة جديانة اللي تراسينا هنا راح يدك الطرف اللي هان خرج منه الكمام والقب لحساب توكيس حتلي سوف يكنجي بعض الميستارة ديال الطويلة وكنسيل هاد النقطة منه من الاسفل حتى نقطة اللي عندي في الحوض وكنه هبط هاد جلابه ما غاديش جي افازي غاديش شوية غاديش شوية ديال الافازي وغاديلها للفتحات في الجناب سوف ينهاي غادي نقطة التوب ديالي هنطلع واحد جوز سانتي في الجن مش ما جينيش جلابه طايحه هنطلع هنطلع خطم الساقي هانطلع هنطلع كندخل جوز سنتيم سوفي كنخرج الفوق زيرة والتحت كنخرج زيرة كنحيدو دائما عندك جوز سنتيم مش ما كتجيش جلابة متمام كشكشة وكنها بط حداش دورة ديال الامام سوفي كندورها كبير دي وكنقل جوز سنتيم من الكتاف ديال الامام كن عبره التركيز ديالي عندي فيه 27 ونجب الدكت الطرف اللي بقالي طويته على 4 وغادينا نفصل للكمام ديالي هنضير خطمو الساقي عندي في الكمام تسعدو 50 ونزيدو 3 سنتيم ديال الخياطة الراس ديالي للكم هنضير فيه 14 انها بط تلتاش ونصير هاد النقطة مع مع الرس ديالي للكم ونصير هاد النقطة مع التركيز كان عبط تمات سعود ونضير الدورة ديال الدراح عندي 19 ونزيد سنتيم ديال الخياطة هنجيب هاد البيس طولي باش ننحيد دك السنتيم باش ما يجينيش الكمت ما مخنشيش نقسم دك الدورة ديالي للكم ديالي على ثلاثة ونخرج سنتيم من الفوق وسنتيم من التحت كما كتشوفوا را نضر مع هاغي بيد ديالي صافي هدوم الكمام غادينا نحل هاد الكمام ديالي وغادينا نقسم الجيه اللي غا تكون عندي مجهة الآمة كننقسم انها سنتيم دائما كندير فيها هاداك العلامة باش ما يجينخيطها نعقل على الجيهة ديال الامام وكننقص سنتيم غايم الجيهة اللي غا تكون عندي مجهة الآمة على تشكل صافي هدوم الكمام وهنا غادي نفسر القبض ديالي ذاك القيطاع اللي شاطتلي را نجيبها كنخليها كاك وكنحط هادا الباترون ديال القب را نحط الطريقة ديال الفصالة ديال القب اللي بغا تترجع ركاين عندي في القانة اللي بغا تتعرف الطريقة ديال الفصالة انا هنا كندير هادا الباترون باش كي يجيني ساهل ونارا كنخلي هادا الباندا فيها 14 سنتيم في الطول واربعة في العرض باش كان فينوا بيها القب ديالنا ميكان خيطو كي يجين فيني فاش كي تتقلب القب يجين من الداخل المفيني مزيان هادا هو القب ديالنا ما تنسوش تدعمونا وتبارتاجي الفيديو مع العائلة والاصديقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة